في أول لقاء حصري تجريه قناة عربية مع معاوني وزير الصناعة والتعدين الإيراني ورئيس المؤسسة الإيرانية لتنمية وتطوير الصناعة تحدث السيد منصور معظمي لأخبار الآن تحدث حول فرص الاستثمار في قطاع الصناعة في إيران معظمي أكد أن الاتفاق النووي أدى إلى عودة عجلة الصناعة مجددا للدوران والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا العالمية في هذه الأثناء توافرت فرص كثيرة للمستثمرين الأجانب خصوصا من الدول المجاورة لإيران لأجل الاستثمار فيها مفندا لزميلنا حامي حامدي المجالات التي يمكن لجيران إيران لسيما العرب تبادل الخبرات فيها مع طهران للاستفادة المتبادلة ما هي المجالات التي ترغب إيران في الاستفادة من تجارو الدول العربية وخبرتها فيها؟ لكل دولة من الدول العربية خبرات وفقا للمجالات الاقتصادية التي تتعامل معها فعلى سبيل المثال يمكننا أن نتعامل جيدا مع أصدقائنا في قطر في مجال الغاز الطبيعي وأن نتعامل جيدا مع أصدقائنا في سلطنة عمان في مجال صناعة الغاز وكذلك الأمر لأصدقائنا في الإمارات العربية المتحدة فلدينا كثير من الفرص المشتركة في مجال الطاقة وكذلك في الكويت وهناك دول أخرى والأمر يعتمد على إمكانيات تلك الدول وظروفها كيف يمكن للتعاون بين الدول العربية وإيران أن يعود بالنفع على نشر الأمن والاستقرار في المنطقة؟ تعاني منطقة الشرق الأوسط حاليا ظروفا سيئة وهذا الأمر يصب في مصلحة أعدائنا ثلاثة أربع احتياطي النفط العالمي موجود في الشرق الأوسط ستون في المائة منه يوجد في أربع دول في الشرق الأوسط أي أن الشرق الأوسط منطقة مهمة من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية ولذلك فإن التعاون بين دول الشرق الأوسط يصب في مصلحة السلام والاقتصاد العالميين وخلافا لذلك كلما زادت المسافة في العلاقات بين دول الشرق الأوسط كانت فائدتها أقل واستفاد من ذلك أعداء السلام والأمن والاستقرار والرفاهية في الشرق الأوسط